بهدف طرح الأفكار والمبادرات الإبداعية وتفعيلها على أرض الواقع عقد مركز معلومات محافظة القاهرة ملتقى الإبداع الأول والذي جاء تحت عنوان أنا مبدع والذي حضره عدد كبير من الشباب المبدع والشخصيات البارزة في المجتمع الملتقى بتاع النهاردة ده شيء عظيم جدا لأن كلمة أنا مبدع يعني دي منتهى الثقة يعني مجتمع مليان ابتكار وإبداع يعني شباب عندهم حماس إذا كانت لديك أهداف شخصية وثقة عالية ومشاعر إيجابية تستطيع أن تكون أكثر إبداعا المبدع هو الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق والله عز وجل خلق الكون على غير مثال سابق فكان هو المبدع والإسلام لا يمانع الإبداع مطلقا المؤتمر الذي قدم فيه الشباب عدد من الأفكار الإبداعية كرم بعض الشخصيات البارزة لإسهماتهم الكبيرة في المجتمع مشهيرين إلى ضرورة أن يقتنع المبدع بفكرته والعمل عليها كي ينهض بها ركزنا في تكريم بعض المبادرات اللي هي موجودة أصلا على أرض الواقع وإن شاء الله المهار ده جنطلق من منصة الملتقى ومبادرات برضو حقيقية زي مبادرة رخز الكاتر حيز وجية للكاتب كريم الشازلي وبعض المخترعين اللي موجودين معنا أي حد عنده فكرة يعني يريد ما يموتهاش ويتحجج بفكرة أن هو إمكانياته ما تسمحلوش أن هو ينفذ الفكرة دي أو أن الفكرة مشهير طلع زي ما هو عايز فيكسل والفكرة تموت يعني يقول له أي حد يستغل إمكانياته ويطلع الفكرة دي بالإمكانية اللي معاه أنت تعمل حاجة زي كده تعمل لوحة معنا الكلمة واحد يقف قدوم يتفرج عليها وهي من شوية ورق لو أنت وصلت للحاجة دي بأنت حسن أنت عملت قيمة كويسة مؤتمر الإبداع الأول اختار مصر لتقون نقطة البداية والانطلاق للعديد من الدول العربية ليكون منبرا لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية الشبابية والمبادرات ودعمها ومساعدة الشباب في كيفية التفكير الإبداعي ترسيخ مفهوم الإبداع عند الشباب والتفكير خارج الصندوق هدف يسعى إليه الملتقى من خلال تمكين الشباب من البحث عن موهبتهم واستغلال إمكاناتهم المتاحة حتى يصلوا إلى أفضل النتائج التي ترقودهم إلى الإبداع محمد رياض الحاليوم